طيب أنا عايزة انتقل سريعا لموضوع زيارة اللي بيقوم بيها طبعا وزير خارجية سامح شكري للواشنطن وحديثه أكتر من مرة بلقاءاته مع المسؤولين وحديثه عن رؤية مصر ومؤسسات مصر وكذلك أيضا الحديث مثلا عن المساعدات اللي بالتفكير في زادتها اللقاءات اللي عقدها مع جمهوريين وديمقراطيين خاصة أنه يوم 20 يناير السنة الجاية 2017 هيبقى فيه رئيس أمريكي جديد كل هذه المواقف طبعا اختصارا للوقت لأنه عندنا موجز بعد أكتر من دقيقة معي سعد سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق تحياتي بشكرك جزيلا سعد سفير بداة توقيت هذه الزيارة ومن حيث النتائج إلى المبدئية اللي خرجت بيها هل بتعد يعني مفيدة وأهمة جدا معالي السفير واحدة من أهم زيارات وزير الخارجية على معلقة الخارجية بتأتي قبل تولي الإدارة الأمريكية المنتخبة لرئيس ترامب الولاية اعتبارا من 20 يناير القادم طبعا بحث مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية مع العديد من قادة القونجرس بمبلسيه التقى بنائب الرئيس المنتخب مايكل تانس وذلك اللقاء هام جدا تشكيل رؤية وفكرة الإدارة الجديدة تجاه نصر بحث الوزير أيضا الأوضاع الإقليمية في سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين مهم جدا نركز أيضا على العلاقات السنائية وبرنامج المساعدات بالشقيه العسكري والاقتصادي دعوة للاستثمار الأمريكي والسياحة وفتح حوار استراتيجي مجددا والحوار اللي تأسس عام تسعين زي ما حضرتك تسكر ياسوس أيضا وطبعا في أهداف عديدة سيد سامح شكري لتحقيقها من خلال لقاءته بكافة رؤساء اللجان ألقى كلمة أهمة جدا أمام محفل يعد الأهم في تحديد سياسات السبان والكلمة طبعا أكدت على سابق سياسة الخارجية المصرية وطبعا تطورات الأوضاع في المنطقة يهمنا جدا نشير أن هذا التواصل هو محوري في مرحلة تشكيل فكر الإدارة الجديدة سواء أول مرة أول مرة يعني بتقام زيارة لوزير خارجية مصري قبل استلام يعني في المرحلة اللي سموها إيه الوقت الضايع في السياسة الخارجية الأمريكية أنت في شهر 12 ورئيس جاي يوم 20 يناير في هذا التوقيت مهم جدا أن أنت تشكل فكر الإدارة الجديدة أن أنت تلتقي بنائب الرئيس الأمريكي تلتقي برئيس مجلس النواب وهو يعني من الشخصيات الهمة جدا في الحزب الجمهوري تلتقي أيضا بستيف هادلي اللي هو مستشار الأمن القومي ورئيس المعد الأمريكي للسلام كل دي مراكز فكر بتؤسس لفكر الإدارة الجديدة طبعا موضوع مكفحة الإرهاب هو موضوع متصل ما بين الإدارة تيم وبالتأكيد إحياء الحوار الاستراتيجي أمره المنا تأكيد على استثمارات أمريكية وسياحة والمصار الاقتصادي والسياسي تأكيد أيضا على ما تقوم به أنت من برنامج إصلاح اقتصادي ولرجع عن التحول السياسي والديمقراطي مهم جدا أن نأكد لرؤساء اللجان سواء لجنة العلاقات الخارجية واللجان الرئيسية في المجلسين على سياسة مصر الثابتة لتحقيق الاستقرار الإقليمي في المنطقة للتأكيد على أن دعم مصر وإنجاح برنامجها هو تأكيد وتسديق لعلاقات الأمن والاستقرار في المنطقة الأمر لأنه طرح في السبان موضوع سوريا موضوع اليمن ورؤية مصر ليها والكلام كان واضح جدا مبارح يا جماعة ده مهم جدا لأنه سامح شكري في السبان ده أهم مركز بيتكلم عن جانس الشرخ الأوسط كل العالم بيستمع لي بصراح مش بس الأمريكان يعني النقطة كمان يا فندم نتكلم على المؤسسات مصر وبعد صورتين وإزاي حفاظ على المؤسسات دي هي اللي ماشت مصر وودتها لبعد 30 يونيو وغيره وهي اللي روء مصر عايزة تحافظ عليها في سوريا مثلا علشان سوريا ما تفككش سليم يا أستاذ أيمان الحقيق بتقوله ده هي معركة مصر الحقيقية معركة الدولة القومية معركة المحافظة على مؤسسات وكيانات الدولة أمام ميليشيات متطرفة وجماعات أصولية مسلحة أنت بتسعى للتعاد عن النعرة الطائفية والمذهبية اللي بتدبر للمنطقة بعد كل المعاناة التي عشتها المنطقة منذ غزو العراق حتى الآن مصر هي المدفع عن الدولة القومية الكيان الموحد الأرض الأرض السورية واليمنية والمصرية والعراقية والليبية دولة المؤسسات التي تستطيع أن تحقق طموحات شعبها نحن مع التطور الطبيعي نحو الديمقراطية والاختصاد السليم لكن مع كيانة الدولة القومية دي معركة مصر الحقيقية أنا بشكرا جزيلا تسعى السفير محمد حجازي مساعد وزير خارجيال أسبق تعليقا طب الطب على الزيارة الحالية لوزير خارجيال بتعد زيارة في توقيت لأول مرة في تاريخ مصر تكون هناك زيارة لوزير خارجيال معتقدش أن فيه زيارة رسمية وقيمة من دول أخرى فيه بيسموه وقت بدل الضائع فيه السياسة الخارجية والداخلية الأمريكية رئيس يودع ورئيس يستقبل وزير خارجيال مصر يعرض دور مصر الإقليمي ويعيد أو نقول كده ترتيب الأوراق من جديد أمام الإدارة الأمريكية الجديدة